بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نتكلم عن حاجة اسمها الـ Identifier او بسؤولة اسهل الـ Variable Name لما المرة فاتت عملنا H اكبر 55 فالـ H ده هو الـ Variable Name برضو بنسميه Identifier طيب ليه مهم نتكلم عنه اي لغة ببرمجة بيبقى فيها قواعد لـ Identifier ده القواعد دي في البايثون بتقول ان الاسم بتاع الـ Variable Name بتاعك او الـ Identifier ده ممكن يكون فيه حروف وارقام وممكن يكون فيه underscore ولكن هناك شروط وقيود من ضمنهم انك انت ما ينفعش تبدأ اي Variable Name بـ Seven بـ Variable بـ معذرة برقم يعني انا ما نفعش اعمل Variable يسميه seven core مش هينفع اعمل كده ممكن اكتب seven بجد بس seven نفسها ما تنفعش فدشر ما نفعش ما نفعش يكون فيه space ولا حتى داش ولا اي لتر من اللتر دي يعني ما نفعش واحد يقول my dash var مش هينفع مش هينفع مش هينفع مش هينفع يشتغل لكن ممكن يقول my underscore var تنفع الداش ما تنفعش يعني ايه case case يعني lower و upper اللي هو الحرف اللي مش عارف اللي عاربي كان ايه فده sum و sum دولا مش واحد ده small lower case وده upper letter a case فلا البيتون كيس سنسب الاختاب ما بتجيش عادة ان الناس بتكتب الكلمة كلها small او capital لكن بتيجي ان هم بكتبوا اول حرف في الكلمة capital زي ما عملنا قبل كده قلنا كلمة هتعمل مشكلة الحاجة الاخيرة ان في زي ما هناخد خلال الكورس هناك مجموعة من الكلمات بنقول عليها الكلمات دي لغة البيتون نفسها بتستخدمهم فمش ينفع تعرف variable name باسمهم حتى هتلاقيهم زي ما نوغدين لون كده دي ايه دي حاجات بلتان خلاص يبقى دي القواعد بتاعت الاسامي في البيتون علشان لما نعمل اسم ما ايه ما يكونش الانتربيرترز علام منه اخر نصيح عايز ان صحنا عاود نفسك تستخدم في البيتون ولو عندك اكتر من كلمة بتستخدم في النص بينه يعني افرد انا عايز اعمل حاجة زي هاي total sum اكتب كده total underscore sum مجموح حاجة يعني ما تكتبش total sum من غير underscore ما تكتبهاش capital واكب قبل ما انهي عايز اقولك شوية نصيحة في عالم هندسة البرمجيات عندنا حاجة اسمها readability لما بتيجي تكتب كود لغيرك محتاجين الكود ده يكون يعني readable مثلا من ضمن الحاجات المفيدة انك انت انا ما تعملش حاجة ماناش معنى مثلا لو واحد كتب اس equal 0 من اس ده محدش عارف لكن لو انا كتبت total sum equal 0 وكأن الكود بيتكلم بنفسه كأن الكود بيقولك اه ده فيه variable هنا هو total sum اللي هو مسلا ممكن يكون salary ممكن واحد ديكتب يقول salary total sum واكده في حاجة اسمها code review لما بتيجي تشتغل في شركة وتخلص كودك زيميل ليك بياخد الكود ده عشان يعمله review عشان يتأكد ان هو صح وعشان يتأكد ان هو بيتبع القواعد بتاعتنا فخلي بالك انك انت محتاج ايه تكتب للناس كود محترم يعني في حاجة اسمها coding guidelines دي هي قواعد لكتابة الكود البيثون عندها حاجة مشهورة من انواق يعني كلغة نفسها عندها شوية الناس بتاعت جوجل هنا عندها شوية مهم جدا انك انت تقرأ ولا واحد مش شرط تقرأه في اول الكورس بس على الاعلى في نص الكورس او اخره محتاج تقرأ في الموضوع ده شوية الانكات دي طبعا دائما لما نضيك الانكات في السلايدز يفضل ان كده هتروح تلعب وراها شوية في الختام انا عايزك تجرب تعمل variables تلاب نفسك من انواع مختلفة عايزك تجرب تطبعهم تطبعهم ب دارب على وكده حاول تعمل حاجات فيها وبص على وفهم ليه طلعت على ما كلهم نفعكم نفعكم بما تعلمتم وزادكم علما وافتكرونا بدعوتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة